اشتركوا في القناة وجهت حكومة صنعاء رسالة إلى السعودية وبقية دور الخليج دعتها فيها إلى اتخاذ مواقف عقلانية والابتعاد عن العدائية وحضرتها من أن أي خطوة غير مدروسة ستهدد استقرار المنطقة برمتها وقال نائب وزير الخارجية في حكومة صنعاء حسين العزي في تدوينة على إكس نوايا صنعاء زاخرة بالخير وبالحرص على السلام واستعادة الإفاء وحسن الجوار ودفعها لفقدان هذه النوايا يضع استقرار المنطقة في مهب الريح لسنوات طويلة وهذا ليس بمصلحة أحد مضيفا إنما لديه ذرة نور في قلبه سيدرك أن هذا ليس تهديدا لقدر ما هو دعوة أخوية واضحة وصادقة لعقلنة المواقف وتجنب العدائية المفردة قبل فوات الأوان ومن جانبه جتد عضو المجلس الرئاسي الأعلى في صنعاء محمد عيل حوثي تحديه لضاقم حاملة الطائرات الأمريكية إيزن هاور من الظهور في فيديو من على ظهرها وقال الحوثي في تدوينة على إكس بشأن نفي أمريكا تعرض حاملة الطائرات الأمريكية إيزن هاور لأضرار جراء استهدافها من قبات صنعاء إن التحدي مستمر لإثبات عدم الاستهداف ببث مباشر لإثبات بقاء الحاملة كما هي متوعدا بالعمل على دفع مدمرة أمريكية إلى مغادرة البحر الأحمر بقوله كريبا تصل إلى المنزل للصيانة مجددا أشكركم على حسن المتابعة والإصغار لا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر